موسيقى مرحبا يا ايدي كيف تفعل؟ سألتك كل شيء فقط مرحبا في الهام قبل أن نذهب إلى الدرس الذي سأخبرني في هذا الفيديو مرحبا نقول لكم اسمحوا لي لأنه قمت بزرعة عليكم أتملت لكم الوحدة الأولى والثانية وبعد ذكرت لكم هذا الفيديو عن الفقرة كيف تكتبوها وبعد ذكرت لكم ثانية وكتبت لكم ثانية وكتبت لكم ثانية وبعد ذكرت لكم التكنولوجية وحبست هنا يا حبثنا ما لغوز ما حبثت ورجعنا نقرأ ومعالي لا أستطيع أني نوفق بينهم بس حدوك سأكملت ونضي لكم الفيديو ما نقدر في هذا الوقت سأقوم بعمل الفيديو اللي راكمتوا ما حابين هذا ليس كما موال فنقوم بعمل أنا ما أحبب نكملكم كل الوحدة بالدروس من النظمة ونقوم بعمل والدرس اللي راكم حابين بزاف يعني أني نقوم بكرش الوقت يعني منقدش نقوم بعملهم لكم كامل ما لغيرنا نكملنا الوحدة الولى والثانية كامل بالصحة الوحدة الثالثة الرابعة نغم المون لي ما تدخلش نقوم بعمل كنت تقسيتكم في انستغرام وش هو الدرس اللي حابيني بزاف نديروه كامل كانوا يعني الأغلبية ماشي كامل أغلبية كانوا يهضروا على طراباخو انفانتين كامل كنتوا حابيني نهضلكم على العمل يعني تاع الأطفال راح نعرفوا وش هو العمل تاع الأطفال دجا وش هو تعريف انتاعوه وش هم الأسباب يعني اللي يخلوا الأطفال انهم يخضبوا وكيفاش لازم نحاربوا هذه الظاهرة اذا كنتوا اجدادا للقناة لا تنساوش تابوني وتفعلوا الجرس بتيجيكم اي فيديو جديد بلما نطول عليكم هيا نبدأوا ديراكتمو في الفيديو كما قلت لكم اليوم الدرس الجبنة بأيها ماهو تراباخو انفانتيل هو العمل تاع الأطفال انفانتيل هي اي حاجة خاصة بالأطفال اه وش رح نعرف اليوم نشوفوا وش هو داجة العمل تاع الأطفال وش تعرف انتاعوه رح نشوفوا الاسباب يعني شو مصوار اللي يخلوهم يخدموا اه والحاجة الثاتة اللي هنشوفوها هي كيفاش نتخلصوا من هذه الظاهرة تاع عمل الأطفال لانه هي ظاهرة ماشي مليحة يعني بيانسوق نغم المو الأطفال يتمتعوا بالطفول انتاحهم الملمو يلعبون الملمو يعني يديروا حواج اللي خاصة بهم يعني كأطفال يتمتعوا بالحقوق يعني لأي طفل لازم يتمتع بيها دونك هذه بيانسوق طراباخو انفنتيل هو حاجة ماشي مليحة أول حاجة رح نبدأ لكم بيها كما قلت لكم هي تعريف انتاحها وش قادرين تعرفوا طراباخو انفنتيل كما قلت لكم حاولوا تستعملوا التوجوك كلمة بسيطة تعرفوا فيها على الموضوع مثلا انى وش مديتلكم هنا يا التاباخو انفنتيل يعني عمل الأطفال3 اشقنا بروبيما كيسي اجرابا اجرابا جaya من الزربي اجرابار لي معناها يتفاقل يعني انو حاجة تزيد يعني تزيد تزيد بزاف قل�ك انو كيسي اجرابا ديا ترس ديا التاباخو انفنتيل أشقنا بروبيما كيسي اجرابا ديا ترس ديا هناها وش معناها هذي الجملة يعني قلق انو عمل أطفال هو مشكل اللي راح يكبر يوم بعد لاخر يعني كل يوم زيد يزيد وش تاني بعد دالك فاصلة es todo trabajo que preba a los niños de su nenef su potencial y su dignidad قالك es todo هو كل es todo trabajo يعني هو كل عمل que preba a los niños هنا ya preba وش معناها معناها يحرم يعني قالك هو كل عمل لي يحرم الأطفال منواج su nenef su potencial su dignidad y su dignidad يعني كل هو كل عمل لي ينحلهم طفولة يعني بينما باللي كي راح يخدم ما راحش كامل يتمتع بالطفولة لهذا قالك انه ينحلهم من nenef يعني طفولة ما راحش يستمتعوا بها بسكو راح يدوب الوقت نتاهم كامل هما يخدموا الحاجة الثانية ولا التعريف الثاني اللي تقدروا تستعملوه هو el trabajo infantil o la explotación de los niños donc هو يقولولو trabajo infantil يعني عمل أطفال ولا استغلال تعال أطفال ليش نقولو استعملنا ليش استعملنا الكلمة تعال استغلال لأنه كيكون واحد صغير يخدم معناها أنه استغلو فيه يعني هذا استغلال ليه هو واستغلال للطفول انتعو لأنه normalment طفول صغير يلعب ماشي يخدم أن el trabajo infantil o la explotación de los niños es una problema que se agrava en todo el mundo يعني قال لك هي مشكلة لي زيد تزيد يعني في كل العالم todo el mundo especialmente en los países pobres قال لك أنه مشكلة ليزيد في جميع أنحاء العالم صح خصوصا في الدول يعني الفقيرة دول اللي ما هيش متطورة تكون فيها يعني تربخوا infantil يكون فيها مرتفع أكثر على البلدان الأخرى ذوك وش رح نشوف رح نشوف las causas que empujan estos niños atrabajar يعني الحواج لي خلوهم يخدموا على يعني وش هم الأسباب لي خلوهم أنهم يخدموا empujar جاية من البرب empujar اللي معناها يدفع يعني بمعناها فورثار يعني يعني كشغل واحد يفورسيك أنك تدير حاجة شوني رح واج لي تفورسيهم أنهم يديروا يعني أنهم يخدموا أول حاجة والسبب الرئيسي والأهم هو يعني يعني كيكون الأباء متاحهم فقارة رح يضطروا أنهم يخدموا لنك وش قل يعني يعني قل لك الفقر تا هذا تا الأباء الأطفال أنهم يخدموا يعني بش يعيشوا الحاجة الثانية هي يعني 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 الحالة اللي ماشي مليحة لحيات اللي ممكن أنها تأثر على هذو الأطفال وتخليهم يخدموا تأثر عليهم سلبيا يعني يعني صرفنا في الجمع بسك يعني 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 كيفاش negativamente يعني يتأثر لهم طريقة سلبية يعني لأن الأطفال يتأثروا بكل شيء الحاجة الثالثة هي اللي مليحة يعيشوا. الحاجة الرابعة, los niños trabajan para pagar su escuela y sus propios gastos. يعني أن الأطفال يخدموا باش يسدوا el verb pagar su escuela ولا باش يسدوا sus propios gastos المصاريخ الخاصة. الحاجة الخامسة والأخيرة هي para mejorar su situación o ayudar su familia يعني يقول لك باش يحسنوا حالة اللي راهم فيها يعني ميخرار su situación ميخرار يحسن السيطواتيون هي الحالة و ayudar su familia لي هذي بزاف كاينة باش يعاونوا العائلين تاهم مثلا كي كل الأبن تاهم ما هوش يخدموا لا يكون ما عندوش ولا دونك هنا يضطروا الأبناء أنهم يخدموا ذو كنت رح نشوفو رح نشوفو وش نديرو para luchar contra el trabajo infantil وش نديرو يعني كين بغض الحواج نديروهم باش نحو هذي الظاهرة ولا نقلو من هذي الظاهرة وش قليك para luchar contra el trabajo infantil أي كي يعني باش نحاربوا contra el trabajo infantil يعني نعملتها الأطفال أي كي يجب وش يجب وش لازم نديرو يعني هذو صغالح اللي لازم نديروهم والحاجة هي podemos luchar contra este fenomeno يعني وش من فنومن هذي تعترباخو infantil يعني الظاهرة تعترباخو infantil كيفاش؟ defendiendo los derechos del niño يعني قليك نقدرو إنو نحاربو كنت هذه الظاهرة بإنو ندفعو على حقوق تح الأطفال los derechos del niño هما حقوق الأطفال defendiendo هذية البرب defender لي معناها يدافع الحاجة الثانية أي كي castigar a los padres que envían tus hijos a trabajar y tampoco a los empleadores que envían los menores وش قليك أي كي castigar نترجمها لكم واحدة بواحدة أي كي castigar castigar البربو castigar معناها يعاقب to punish يعني قليك لازم نعاقبو وش نعاقبو los padres الأباء que envían sus hijos a trabajar لي يبعثوا الأخوص يعني الأبناء باش يخدموا قليك لازم يعاقبوهم يعني صح الأبناء يخدموا مش ما يخدموش بصح كي يكون في سن صغير بزاف لازم يتعاقبوا نعمال مو الأباء يتعاقبوا على هذا الشي يعني النعمال مو ما يستغلوش الأبناء انتاحوا في سوالح كما هكذا اتامبوكو a los empleadores que emplean los menores نعاقبو الأباء ونعاقبو ثاني los empleadores اللي هما الناس اللي وظفو هذو الأبناء que emplean los menores قليك ليوظفو los menores هما يعني المنور هو القاصر يعني اللي يكونو صغار لازم ثاني نعاقبو هذو ليوظفوه قليك ثاني لازم ليوظفو الصغار نعمال مو يتعاقبو الحاجة الأخيرة هي يتعاقبو 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 إذا كامل نحمو الناس نحمو الأبناء يتعاقبو يتعاقبو يعني يتعاقبو ما رحش يكونو كامل مستغلين يعني من طرف يتعاقبو 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 يعني يعني بعض الحوايج يتعاقبو لي باش يقلو من هذي الظاهرة تعمل الأطفال هذا ما كان كمنا الفيديو الثانية اليومان إن شاء الله يكونوا أعجبكم إن شاء الله تكونوا استفدتو كما قلت لكم تجووا حاولوا متعقدو هاش على رواحكم وحاولوا إنكم يعني تعبروا على الأفكار متاعكم بجمل بسيطة وكلمات بسيطة هذي هي الأهم يعني المهم إنك الفكرة متاعك توصل ما تحاولش تتصرف لو فيه أزمينة صعيبة بزيب حتى هكا تغلط في التصريف ومن بعد رح ينحلك على هذوك الأخطاء انتعك إنو تجووا حاولوا تستعملوا أزمينة سامبل ومام الكلمات خيرو كلمات عادية يعني بسيطة باش هكا توصلوا الفكرة متاعكم كما قلت لكم وكما وعدتكم إن شاء الله راني رح ندير الفيديو المكسيما متاع الفيديو اللي نقدر عليهم نسحقكم في الكومنتار تكتبوا لي الدروس ولا الفيديو اللي راكم حابيني نديرهم لكم خلوهم لي في الكومنتار وإذا أعجبكم الفيديو لا تنساوش تديروا لي الجام وما تنساوش بانسيو تدعموني بالبرتاج بارتاجوا مع أصحابكم هذا الدرس بسكو بزاف شوفتم يحاوسوا لي في الفيسبوك بارتاجوا لماكسيما وبالنسبة للناس اللي توجوه يقولوا لي يعني ما شي كامل بصحة دفع يجيني واحد بلازوش يقول لك بللي راها مهيجبين للورقة مليح حابة تعرفوا بارك بللي راني نصور بتليفوني بارك دونك راني نسيي كيفاش نبينها لكم ما إذا ما بنتلكم ش نورمال أني دايت لكم حلو حدو أخر يلي هو لابليكاسيو لابليكاسيو راني كاتبت لكم فيها الدروس واضحين ومام في صفحة الفيسبوك وصفحة الإنستغرام راني نحط لكم في البوست يعني البوست مكتبين فيهم الدروس بطريقة واضحة دونك لي ما هو شي بانول ولا يروح لصفحة الإنستغرام وصفحة الفيسبوك دونك هكا باش ما يكونش كاين مشكل في هذه الناحية اللي توجوك توجوك نقول لكم عليها وتزيدوا وتزيديني ويزيدوا قلو اللي عليها في الكمنتر اه انا راني نعاوم فيكم بوش نقدر يعني نصور لكم بالتليف اللي ما بنتلوش بزاف كما قلت لكم يروح لإنستغرام ولا فيسبوك ما متقدرو تزيدوا في الجودة تعل الفيديو يعني بارك ترفعوها اه ولا بخوب لما عندكم متومات على انتقنات بسكو لا ماجهوغي اتيرا ما يقولولي الفوتورة هي دبان هذا ما كان اذا كنتو ازادة للقناة ما تنساوش تابوني وتفعلوا الجرس بسكو هذه النهارات ان شاء الله رح نكون ناشطة وندلكم الفيديو باش يوصلكم اي فيديو جديد اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة